أيها السادة والسيدات السلام عليكم على قناة الصناعة للغاية والدروس كما وعدناكم دائما نأتي بالجديد فمع الدرس الأول من الدروس تعلم اللغة الألمانية الدرس اليوم يتمحور حولها كيفية إلقاء التحية كذلك كيفية تقديم نفسك أمام الأساس الآخرين فعلى بركة الله مثلا العلوان سيخ فورشتيرن ليندا بغوفة سيخ فورشتيرن هي كيفية تقديم نفسك وتتحدث مثلا ليندا يعني البلد بغوفة يعني العمل فعلى بركة الله في الصباح مثلا نقول جوتن مورغن في النهار نقول جوتن تاك جوتن مورغن يعني صباح الخير جوتن تاك يعني يوم سعيد جوتن تاك تاك يعني يوم جوتن يعني يوم سعيد يعني سعيد في المساء الآن سنمر إلى كيفية التعريف بنفسك هناك بعض الأشخاص يقومون بالتعريف بأنفسهم أغن 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 ليسن يعني استامع وقرأ أغن 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 ليسن هذه الأفعال سوف نستطرق عليها في وقت المناسب هذه الفتاة تقوم بالتعريف بنفسها فتقول جوتن موغن صباح الخير إيش هايسي فرانسيسكا أنا اسمي فرانسيسكا بيندة إيش بوين سيبن وون درائتش يارات أنا عمري سبعتون وثلاثون سنة إيش فونا إن فين أنا أقطونو إيش يعني أنا فونا في البرب وفونا فونا يعني أقطونو في مدينة فين إيش بوين لغي غين أنا إيش بوين أنا هذا فعل القينون سوف نستطرق عليها في لغة المناسب إيش بوين لغي غين أنا مدرسة ماين متشفراخة لغتي ماين يعني لغتي الأم متشفراخة يعني لغتي الأم إيست دويت دويت هي الألمانية هي اللغة الألمانية دويت إيش بريسة أو أنا أتكلم إيش سبريسة ذرب سبريسة هذا الفعل إيش بريسة أو كذلك سبانيش وإنجليش أنا أتكلم كذلك الإسبانية والإنجليزية إذن هذا التقديم بفهم ننتقل إلى التقديم الثاني هذا الشخص يقول أهلا جون informações جوهما السعيد ою أهلا مين نام اسمي هو الشمال إنني كم نوانا وميد فÜف ودريدي جدا أنا عمضة وصنى تسون سيلة بسرق العقام فى درسن لحقين بحول الله يا إخوة 35 ياردام، أصوم أيضاً مغربوك، لتصمي مغربوك، أنا أتي من مغربوك، بداخل إذا كان لنتمي إلى مغربوك، مثلاً أقول إنه ك proportionalك. أنا من الضغر البيض أنا ملوماتي أنا ملوماتي يعني أعمل في مجال الملومات أنا ملوماتي معي متسرقة لغة الأم ألمانية أنا أستطيع أن أتعلم الياباني أنا أتعلم يتعلم الآن يعني الآن يجاب ياباني يعني اللغة اليابانية الآن ننتقل إلى التعريف الثالث مرحبا 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 فورنا معي اسمي الشخصي فورنام إيست سارة مين فاميلي النام إيست مونيا اسمي العائلي هو مونيا تممي البحوات من �있는 سطلبة جامعة في الجيم عام 88 أو سوّة عامل 22 عامت أزرحة 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 أنا أرد أزرحة في الحدفة يس كومة ورب كومن هذا فيل كومن اوز فرانكرايخ إش بين شتودينت أنا إش بين في الكنونة شتودينت يعني أنا طالبة إش تودير إش تودير أنا أدرسو إش شتودير إن باريس ميدزين أدرسو في باريس الطيب ميدزين مين موتشباحة إز فرانزوزيش يعني فرانزوزيش يعني الفرانسية لغتي الأم هي اللغة الفرانسية إش بيش زي جوت يعني أتكلام جيدا كثيرا كثيرا جيدا زي جوت يعني كثيرا يعني كما يقابلها في اللغة الإنجليزية يعني في جوت إنجلس إنجلس نتكلامو كثيرا جيدا الإنجليزية وقليلا 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 من اللغة الإسبانية إسبانية إذن هذا هو درس اليوم من دروسي تعلم ما يغلوها الألمانية كانت هذه هي الوداية تطرقنا فيها إلى كيف يمكنك أن تعرف بنفسك وكذلك كيف أن تلقي التحية في المواقف المتعددة التي يمكن أن تتعرضها في حياتك مع الأشخاص مختلفين إلى هنا نكون قد أتينا على نهاية درس اليوم ونتمنى أن يكون هذا الدرس قد نلع إعجابكم في درس قادمة إن شاء الله سوف تنتقلها جديد في اللغة الألمانية ما عليكم إلا أن تشجعون بلايك كذلك تفعيل زر الجرس كي تساعدون على الاستمارية وكذلك تعليقاتكم متهم ونشكر على المتابعة وإلى درس قادم بإذن الله